اللهم ضخم له ورحمه اللهم مسالحه واصلحه اللهم معك عنه ورحمه وحجباً وافعاً لكن للأسف كما عنده مشكلة هي سبب جريم تلقك سل مقاتل ما حدش بهنجا منه أهلاً بكم أهلاً بكل مشاهدي قناة ساعة مع حدثي قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريم لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزة وأهم درس بنحرس عليه نحن لازم نتعلم من أخطاء غير تعددت الجرائم اللي بيتم وللأسف اللي بيرتكب الجريمة لا يعاقب للأسف في بعض الجرام فعلاً كترة قوي اللي المتهم فيها للأسف ما بيتسلمش للعدالة مش تقصير من الشرطة ولكن للأسف ما بنقدرش نوجه للاتهام تعال نشوف الطالب أدهم الأول على مدرسته من أيام ما كان في ابتداي حتى وصوله لثالثة سنوي علمي أدهم طالب متفوج جداً في دراسته الكل كان متوقع له أنه يدخل كلية الطب بتفوق على كل أقرانه في المدرسة وكل المدرسين كانوا بيتكلموا عن أخلاقه وشاطرته وزكاه وكان ده من يقوله ده سابق سنه في ناس ولادها ربنا كرامهم فعلاً فيه وممكن ده يعني للأسف بيعرف ونعرف نستغله في أوروبا بتلقى الطالب في أوروبا ممكن يبقى سنه صغير ويقوله ده وقت ماجستير ودكتوراه هو لسه سنه ممكن 13-14 سنة لأن المتفوق وزكاءه بيكون زيادة عن أقرانه أو زميله الدولة بتأهله وتخليه عدي مراحل سنية كبيرة يقولك ده مش محتاج يدس الحاجات دي لأنه زكاءه يخليه يمكنه أنه هو يبدح سواء في الهندسة أو في الطب أو في الفضاء عندنا هنا في مصر لو ابننا أشتر وأسكى طالب في سنة خمسة استحاله يعد يقوله يعداده غير لما يمر بستة ابتدائي لازم يمشي من أول كيجوان لغيس سنة سنة حتى لو كان متفوق وكان عبقرياً ما ينفعش الدولة العربية الروتين الحد متفوق مش متفوق لازم يمشي مع أقرانه الطالب أتهم كان سابق سنه وكان متفوق جداً لكن للأسف كان عنده مشكلة هي سبب جريمة الأكل مشكلته أنه هو أصيب في عينين لتنين وضعف بصر ممكن أنه يكون نتيجة المذاكرة الزيادة ممكن نتيجة يدفع عصب البصري ممكن نتيجة أنه عامل وراسي ممكن يكون مرض أياً كان مرة واحدة الشاب ده اللي عنه 18 سنة ضعف بصره في عينه الاتنين والنظارة للأسف مش مش قادرة تخليه يكون زي زميله فلما كان بيمشي كان بيقع وأحياناً لما كان بيمشي بيخبط في زميله في المدرسة إيه اللي كان بيحصل من زميله لما كان المدرس يقول له أمي أتهم اكتب على الصبور وحل لزميلك المعادلة أو المدرسة أو السؤال ده لما كان يقوم كان بيتخبط في التخط وفي زميله فبدل ما زميله احنا عارفين الغيرة من الناجح ده بأي شخص ناجح أي شخص ناجح وده اللي قاله أحمد زويل رحمة الله عليه عليه العالم المصري اللي وحصل على جهزة نوبل قال لك الفرق بينا وبين دول أوروبا والعالم المتقدم إن الناجح هناك الناجح عندنا بنشده عشان نفشله لكن في أوروبا الفاشل عندهم بيشدوه عشان ينجحوه احنا فعلا كده الطالب عشان متفوق وزكي وشاطر الكل كان بيحقد عليه الكل كان بيتنمر عليه وكانوا بيتحكوا ويزخروا منه وهو ماشى عشان نظره ضعيف تخيلوا كل جرمه إنه نظره ضعيف لما كان يمشي أحيانا الزماله كان ياخدوا بإيده وهو ماشيين يقصدوا إنه هم يجواوا عالسلم عشان ما يشوفش السلم يوع ويدحكوا عليه كان زميله يمسكوه ويخليوه ماشي لغاية ما يجي في عموت في وسط المدرسة ويغبط فيه وهم مسكنوا بيدهم كان يخلي مثلا المدرسة فيها الحوش الحوش ده اللي هو المكان الفاضي اللي بيلعب فكره القدم يفضل زميله واخده من يده وهو ماشي معاه لغاية ما يجي عند القائم بتاع الجون ويجي يدخل فيه خفطه في دماغه وكلهم يتنمر عليه ويدحكوا زميله احنا بنتكلم على زميله تخيلوا ووصل بهم والتنمر ان هم يخلوه اداة له وسخرية منه ملاقش طبع شاطر متفوق فالكل بيحقد عليه والكل بيتمنى انه يفشل زيه عارفين اتهم عملي بقى بسبب تنمر زميله وللأسف المدرسة ما وافتش معاه ما خدتش قرار ضد الطلبة دول مرحلة مراقة وعيال بتلحك مع بعضيها وبتلعب مع بعضيها فما حدش خد ولا عطا الطالب للأسف لما روح ما درش يتحمل تنمر زميله عليه وسخريتهم منه ودحكم المستمرة عليه في الفصل وفي الشارع وفي المدرسة عارفين الطالب اتهم وفي فيديو بيبين اهالي بلده بالكامل بيبقوا عليه البلد كلها طلعت عن بكرة ابيها بصلي صلاة الجنازة وراحوا لغية المدافن الطالب ده من قرية اسمها قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز الصنطة محافظة الغربية محافظة الغربية مركز الصنطة مارك قرية هناك اسمها قرية المنشأة الكبرى شوف الطالب المتفوق النابغة وصل مرحلة اليأس والإحباط عنده والتنمر عليه وضحك زملاته وسخريته منه انه يروح يجيب حبة الغلة اللي اصبحت دلوقتي القاسم المشترك في كل مراحل الاحتراق الانتحار البنت اللي زعانة مع جوسها بتنتحر بحبة الغلاد اللي همها بتضروبها بتاخد حبة الغلاد اللي بتفشل في دراستها بتاخد حبة الغلاد اللي بتصعد في مادة بتاخد حبة الغلاد ايه يا جماعة؟ هي حبة الغلاد دي بقى تعدات الشم والاعدام في بيوتنا طب الفلاحين بيجيبوها ليه؟ ما نمنع استراتها خالص مش عشان تشوعد فيران ولا خافين عشان محصول نخليها جو البيت اي زوجة لما تزعل من جوسها ده احيانا بتولع في نفسها لما تلعى موضوع حبة الغلاد قدامها ممكن تجازف وتاخدها وللأسف حبة الغلاد سم قاتل ما حدش بيينج منه الشاب بقيتها حط معاناة نهاية لمعاناته والحياته قال لك انا دلوقتي في ظل العناية دي مش اقدر ابقى طبيب جراح اعمل عمليات ازاي مش اقدر ابقى مهندس ناجح طب انا عناية خلاص وبالشكل ده لما يكبر هيقف بصرا هعيش ليه؟ عشان افضل مسخل زميلي يتحكوا يتجمهروا وينكتوا علي خد الحباية وسلم امره اللي بارئه مات اتهم بسبب سخرية تنمر اصدقائه عليه هل بقى هنقدر نسجن اللي دحك وتنمر عليه؟ هنقدر نسجن اصدقائه اللي كانوا بياخدوه يخليه يوصل للسلم ويسبوه عشان يوقعه؟ هل ممكن نحاكم زميلي اللي كان بياخدوه لغاية الجول او القائم ويقبط دماغه فيه وهو ماشي؟ اللي كانوا بيدحكوا عليه في الفصل اما بيقبط بيدخل في التخت؟ ليه؟ ليه وصلنا طالب متفوق انه هو يفكر في الانتحار وينتحر بالفعل ويموت والبلد كلها المنشأة القبرى في مركز السنطة تطلع تبكي عليه لاخلاق والدين والنشاب عنده 18 سنة نبغى يموت بسبب التهكم والتنمر هنا بقى نقدر نقول الشرطة اثرت في حاجة؟ ايه؟ هنقبط على طالبة كانوا بيتحقوا عليه عشان لما كان بيقع وهو ماشي؟ هنقبط على طالبة كانوا بيخليه يتخبط في القائم بتاع الجول ويتحقوا عليه؟ هيتحقوا عليه وهو بيقع من على السلم؟ هنقبط عليهم؟ للأسف كلنا عارفين انه مات وانتحر بسبب زميله لكن نقدر نحاكم زميله؟ شفتوا يا جماعة احنا لما نتنمر على بعضينا ونصخر من بعضينا ونتهكم على بعضينا بتكون النتيجة ايه؟ بتكون السبب ان احنا بنموت بعضينا بننتحر بايدنا هنقول ايه؟ ربنا يا رحماتها وعايزين كل الكومنتات يا جماعة تترحم على الشاب اللي مات بسبب انه هو ربنا اصابوا بمرض في عينيه ودي حاجة مش بيديه لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد اشكركم اشتركوا في القناة